المرجو الانضمام إلى قناة فيديو السفيدي عبر الضغط على زر الاشتراك الأحمر إذا أردتم توصل بجديد فيديوهاتنا فور نزولها اضغطوا على الجرس ولا تنسوا دعمنا باللايك إذا أعجبكم الفيديو وأيضا شير إذا أردتم إفادة غيركم وشكرا لكم السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم أعزائي في قناتكم فيديو السفيدي من جديد أتمنى أن تكونوا بالفي خير إذن اليوم إن شاء الله سوف أقدم لكم وصفة رائعة جدا لتبيض اليدين بعد نجاح الوصفة التي قدمتها ولله الحمد لتبيض اليدين ووصولها إلى مينيونين ونصف مشاهدة الآن سوف أقدم لكم وصفة أيضا لتبيض اليدين ولكن هذه المرة بمكونات مختلفة لكن بمفعول رائع جدا 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 يمكنكم الاختيار بينهما يعني حسب المكونات المتواجدة لا أديكم في البيت وصفتنا لليوم مكوناتها سهلة جدا متواجدة في كل بيت دائما أخطر لكم المكونات التي تكون سهلة جدا ويسهل عليكم إيجادها سوف أقدم لكم مكونات الوصفة وأيضا طريقة عمل الوصفة وطريقة تطبيقها وبعد ذلك سوف أقدم لكم أسباب إسميرال اليدين ويجب عليكم أن تفعلوا لكي تتجنبوا إسميرال اليدين لأن فصل الربيع وفصل الصيف قادمين سنحتاج في المكونات إلى السكر والملح سنحتاج إلى السكر البني يمكنكم استعمال السكر العادي الأبيض ليس هناك مشكلة أنا هنا أستعمل السكر البني لأنني لم أعد أشتري السكر الأبيض كثيرا سنحتاج إلى الملح كما قلت لكم ملح المائدة سنحتاج إلى نصف الليمونة أو حامضة وسوف نحتاج إلى زيت الزيتون أي نوع من أنواع زيت الزيتون ليست هناك مشكلة كما نعلم السكر والملح مقشران الليمون يزيل الخلايا الميتة وأيضا به أحماض تبيض اليدين وزيت الزيتون يساعدون على ترطيب اليدين وتفتيحهما أيضا يمكنكم تطبيق هذه الوصفة على جميع الأماكن المسمرة في جسمكم ما عدا الوجه ما عدا الوجه أكلها وأعيدها لأن السكر خشن على الوجه وأيضا بالنسبة للمناطق الحساسة يضحنوا السكر لا تقوموا بعمله هكذا الآن سوف أقدم لكم طريقة عمل هذه الوصفة سوف نحتاج إلى لن أقل كمية السكر والملح لأنني بعد ذلك سوف أضيف كمية أخرى من السكر لكن سوف نحتاج سوف أضيف الآن فقط ملعقة صغيرة وبعد ذلك سوف أضيف ملعقة كبيرة بالنسبة للملح نضيف ملعقة صغيرة نضيف ملعقة صغيرة من عصير ليمونة ثم نضيف ملعقة صغيرة من زيت الزيتون ونخلط الجميع إذا لاحظنا أن الخليط سائل نقوم بإضافة السكر حتى نحصل على خليط كتيف كما سوف ترون نخلط الوصفة حتى نحصل على خليط كثيف إذا كان لديكم سكر أبيض سوف يكون خليط نوعا ما يعني زيتي بسبب زيت سيتون لكن إذا لديكم سكر بني سوف يعطيكم هذه النتيجة أنا هنا وضعته في قدر أبيض لكي تروا اللون الآن نأتي إلى طريقة تطبيقه على اليدين نطبقه كمقشر عادي يعني مقشر كما نطبق المقشر نقوم بدلكه على يدينا والأماكن المصمرة الكعين الكعبين الركبتين إلى آخره بحركة دائرية ونركز على المفاصل لكي أيضا تعالج لنا هذه الوصفة سواد المفاصل نقوم بدلكها من دقيقة إلى دقيقتين يعني ليس أكثر من ذلك لأن السكر خشن بعد ذلك نقوم بغسل يدينا سوف أغسل يدي وأريكم النتيجة لأن النتيجة تكون فورية النتيجة فورية النتيجة فورية بعد عمل هذه الوصفة إذن متى تستخدمي هذه الوصفة؟ استخدمي هذه الوصفة كل يوم إذا كان لديك إسمرار شديد في اليدين والأماكن الغامقة في جسمك وسوف تلاحظين نتيجة في أسبوع يعني النتيجة النهائية تلاحظينها في أسبوع فعلا أنا أعتبر هذه الوصفة وصفة سحرية جدا في تفتيح الأماكن الغامقة في وقت وجيز جدا يعني كما رأيتم لم تأخذ مني المسألة حتى خمس دقائق وأعطتني الوصفة نتيجة رائعة جدا 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 بالنسبة لي هل يمكنني صنع كمية؟ نعم يمكنك صنع كمية كبيرة واستخدامها ليدك وجسمك لكن لا تضيفي عصير الليمون لأن عصير الليمون أو الحامض يفقد أو يفقد مفعوله بمجرد أن تعصره لذلك يجب عليك أن تستخدميه فورا اصناع الكمية المناسبة من الوصفة مثلا هذه الكمية التي وضعتها اصناع الكمية المناسبة لهذه الوصفة وعندما تستعملينها أضيفي ملعقة صغيرة يعني خودي فقط الكمية التي سوف تستعملينها لذلك اليوم وأضيفي إليها ملعقة صغيرة من عصير حامض أو عصير ليمونة ملعقة صغيرة فقط ثم قمي بعملها ليدك وكرري نفس الشيء يعني لا تعصير الليمون فيها حتى تستعمليها أنا بالنسبة لي سوف أستعمل هذه الكمية كلها اليوم أنا وأمي وليس لدي بصراحة مشكلة في أن أصنع كمية عندما أحتاجها لكن إذا كنت سوف تستخدمينها كل يوم لأن لديك صمار كثيف جدا فمن الأفضل أن تصنع كمية أسبوع وكل يوم تضيفين إلى الكمية التي سوف تحتاجينها في ذلك اليوم تضيفين إليها ملعقة صغيرة من عصير الليمون أو الحامض إذن كانت هذه وصفتنا لليوم الآن سوف أقول لكم يعني بعض الطرق التي يمكنكم بسببها أو بوسطتها تجنب إسميرال اليدين لا شك أن إسميرال يدين سببه الأول هو عدم ترطيب اليدين وأيضا التعرض للشمس بدون واقي شمسي فالواقي الشمسي ضروري جدا لحماية وجهنا وجلدنا من الإسميرال أيضا الشمس يمكن أن تسبب النمش في الأيدي لذلك من الأفضل أن تقوا أنفسكم من هذه المشكلة قبل أن تحدث لكن أنا أضمن لكم هذه الوصفة فهي رائعة لتبييض وإزالة أثار الشمس والبقع البنية من اليدين يمكنكم أيضا استخدامها على الرجلين لإزالة البقع البنية منها إذا نسيتم وضع واقي شمسي في الصيف أو الربيع وأصبتم بإسميرال شديد في الشمس ولا ترهدون ذلك فقط استعملوا هذه الوصفة وسوف تشكرونني عليها تنبيه تنبيه لا تستخدموا هذه الوصفة في الصباح استخدمواها في الليل وفي الصباح قوموا بغسل أيديكم بالماء والصام لأن الليمون مع الشمس يساوي إسميرال نحن نريد أن نستفيد من الليمون بطريقة إيجابية لا أن نقلب النتائج إلى سلبيات يعني استخدمي هذه الوصفة وأي وصفة بها الليمون الذي به الأحماض استخدموها في الليل قبل النوم لا في الصباح إذن هذا كان تنبيه هذه كانت وصفتنا لليوم أتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم إذا أعجبتكم وأفادتكم لا تنسوا أن تشاركوها مع عائلتكم وأصدقائكم لإفادتهم مع ذكر المصدر قناعة فيديو والسفيد أشكركم كثيرا على دعمكم وأراكم في فيديو وصفة جديدة بإذن الله في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر